في اليوم العالمي لمرض البهائي دكتور خلينا نعرف من حضرتك أولاً أسباب هذا المرض هل المرض ده مرض الشخص بيولد به أم بيبقى يعني ممكن حد يصاب به وهو كبير أو هو صغير يعني كلمنا أكتر عن المرض طيب هو مرض البهائي باختصار هو مرض مناعي الجسم بيكون أجسام مناعية ضد خلايا اللون فبتتوقف عن العمل أو بتموت خلايا اللون المرض المناعي ده أولاً بيبقى فيه جزء وراسي يعني بيبقى فيه استعداد وراسي لمرض البهاء ممكن تكون فيه حد من الأسرة موجود عنده المرض وبالتالي بيبقى فيه قابلية للأولاد أن يحصل عندهم المرض مش كل الناس اللي عندها استعداد وراسي للبهاء لازم أولادهم يبقى عندهم بهاء إمتى بيبقى عندهم بهاء لما تبقى فيه حاجة بتنشط المرض ده زي الحوادث النفسية الكبيرة زي ما بيقولوا كده عندنا في الصعيد الخضة يعني أن حد يتعرض لأزمة نفسية كبيرة أو حاجة مرعبة فيبتدي جهاز المناعة يتلغبط وينشط ويظهر مرض البهاء استهلاك الدقيق الأبيض المغبوزات الغربية بكل أنواحها والمعجنات بينشط جدا مرض البهاء وبيلغبط جهاز المناعة وبينشطه فالقصة كلها أنه يكون عندي استعداد وراسي وبعد كده يبتدي يظهر عندي مرض البهاء نتيجة عامل مؤثر قوي لغبة جهاز المناعة فخليها تكون أجساب مضادة تاكل خليها الدون طيب هل هناك يعني كيفية لتعامل أو يعني إرشادات نفسية بتمنع أو بتمنع مريض البهاء يعني شهادة اعتبار لي داخل المجتمع يعني بنشوف تنمر بيحصل عليهم بنشوف أطفال في سن صغير بيحصل عليهم بنشوف ناس بجلدها بيتغير من مناطق في وشها وده بيبقى طبعا أكثر صعوبة بتتعاملوا إزاي أنتوا يعني حتى في توجهاتكم يعني الشفاوية معا طيب هو أولا بس أنا عايز أأكد على نقطة أن البهاء مرض له علاج ولها علاج ناجح وقاطع وممكن توصل نسبة الشفاق إلى نسبة 100% مستغال؟ رخيص جدا ومتاح جدا بوهاء الوجه اللي هو اللي الناس بتقول أنه هو التنمر بيكون أكتر هو أسهل منطقة بتخف لأن الوجه مليان بصيلات شعر ومصدر خلايا اللون هو موجود في بصيلات الشعر فأسهل منطقة بتخف هي بوهاء الوجه مناطق اللي في الجسم متوسطة بتحتاج علاج إشعاعي أو علاج ضوئي مع الكريمات أو الدهنات أو أي نوع تاني من أنواع العلاج أصعب مناطق هي مناطق الأطراف الأطراف ما فيهاش بصيلات شعر فبالتالي الإيد والرجل والقدم من تحت دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة بنحتاج نعمل عمليات زرعة خلايا من الفخد للأطراف يعني بننقل خلايا لون ببصيلات الشعر بتاعتها للمناطق الموجودة اللي مفهاش بصيلات شعر فبتكتسب اللون في كل الأحوال المواضيع كلها لها نسبة نجاح عالية وبيتم فيها الشفاء بس بالشروط إيه الشروط ديات؟ أولاً المرض يكون في حالة استقرار ومش في حالة نشاط يعني لو عملت العمليات دي وعملت التدخلات ديات والمرض نشط يزداد نشاطاً ولا يقبل الطاقة حاجة تانية أن المريض يكون ملتزم يعني الموضوع محتاج صبر والتزام إنما في الآخر ليه مرحلة عمرية معيرة يعني مقتصبة يعني ولا عادي في أي سن؟ فأي سن بعد البلوغ أي سن بعد البلوغ بعدين كل حالة بتقدر بنقول أن هي لها ظروفها الخاصة يعني في حالات بتبقى البقع فيها صغيرة جداً فممكن تتعمل من غير العمليات الزراعة دي عمليات أكثر بساطة وفي حتة تانية بتحتاج زراعة الخلايا إنما في الآخر للأسف يعني الفكرة اللي سادت في السنتين ثلاثة اللي فاتوا من بعض الفنانين وبعض الأعمال الدرامية إن البهاء مرض ملوش علاج وإن أنا لازم أتعايش معاها واستحمل التنمر اللي في العالم ده خلّى ناس كتير جداً للأسف يعني الموضوع مش معاها بشكل عكسي توقفت عن العلاج وبعد كده ما قدرتش تقبل الوضع ورجعت للعلاج تاني بس كان الوقت تتأخر انتشرت البقع أكتر يعني يا دكتور لما المرض بينتشر أكتر ببقى صعب علاجه طبعاً كلما كانت البداية سريعة في التوجه للطبيب كلما كانت النتاج أفضل بكتير وقدر أقول إن في عشرات الحالات ومئات الحالات بس داية تطلب بقى الأول حتى قبل العلاج السيطرة على انتشار المرض أيوة السيطرة على انتشار المرض موضوع صحيح احنا بناخد أدوية بتوقف جهاز المناعمل مهجمة الجسم ببساطة شديدة زي الكورتيزون جرعات قليلة والفترات بسيطة هو غالباً المرض بينشط في السنة من مرتين لتلات مرات بالكتير غير كده الناس بتستجيب بسهولة جداً وعلاجه مش مكلف على الإطلاق جلسات الأشعة الضوئية متوفرة في كل المستشفات الحكومية في كل المستشفات الجامعية عند الأطباء كلهم والجلسة مش غالية زي أمراض كتيرة دانية بالعكس البوهاء مرض له علاج بس بشارط الاهتمام والمتابعة بتستمر قد إياه دكتور؟ على حسب الحالة ما تقدرش دايماً من إلى؟ يعني في حالات بتاعت الجراحة ديت نقدر نعمل الجراحة النهاردة الجلد يرجع بلونه الطبيعي تماماً في خلال أربع شهور في حالات اللي هي بيبقى تقريباً أقل يعني أقل تقريباً من 50% من جسمها ممكن تستجيب معنا في مدة سنة إنما في الآخر هو له علاج اشتركوا في القناة